عدنا والعود أحمد نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حللنا أهلا ووطأنا سهلا إذن دائما كما العادة منذ سنتين ونصف متواجدون يوميا بدون القطاع مستمرين مداومين من أجل التعريف بمظلوميتنا العادلة القضية الشرعية والمشروعة حتى نسترجع الحقوق ديالنا كاملة مكتملة غير منقوصة دائما نواصل التعريف بالمظلومية والكشف عن الأغوار ديالتغارات النواقص القصور الاختلالات التجاوزات تقوب العيوب التي جاء بها النظام الأساسي ديال 2003 والتي على أساسه تم هضم حقوق لفئة جد متضررة وعلى رأسهم المعلمين القدامى خريجي سواء بالسلم السابع أو السلم الثامن وأذكر على وجه الخصوص خريجي الفئة توظيفات التمانينات بالباكالوريا والتعيين بالسلم الثامن الذين توظفوا من 1980 إلى غاية 1986 أن هذه الفئة هي الفئة الجد متضررة هي الفئة التي جاءت بنا هنا المطرقة والسندان مترقة توظيفات يعني 1987 عندما أصبحوا يوظفون ويعينون على أساس يعني الدق والإجازة وما جاورهما والانتيازات التي يعني استفاد منها هؤلاء هذه الفئة وبين السندان ديال الأقدم العامة ديال المرتبون في السلم السابع توظيفات 1972 إلى غاية 1978 أو إذن نعود اليوم لنواصل يعني الخوض في هذه التجاوزات وهذه الاختلالات وهذه النواقص لأن اليوم عندما يعني تمت مراجعة الشروع في مراجعة النظام الأساسي الجديد الذي سيكون البناء الأساسي لبناء يعني منظومة تعليمية محفزة مدمجة واحدة وحدة يعني يعني تكون تصحيحية لما جاءت به النظام الأساسي ديال 2003 إذن لابد أن يكون هذا النظام الأساسي من أجل البناء ديال المنظومة التعليمية من أجل يعني الإصلاح ديال المنظومة التعليمية وديال المدرسة العمومية من أجل أن يكون هناك إقلاع يعني في المنظومة التعليمية وفي المدرسة العمومية وتسترجع يعني الإشراق ديالها والتقدم ديالها والأوج ديالها اللي كان كما كانت في الزمن الدهبي ديال العصر البكماخي ستينات والسبعينات يعني كانت الإرادة متوفرة من أجل إصلاح المنظومة التعليمية وفعلا كانت هناك يعني مرضودية تربوية تعليمية متميزة كان الجميع منخرط في ورش الإصلاح وفعلا كانت هناك يعني بنوا أجيالا يعني هي من تسير مقالد الأمور الآن والجميع يعتز بها إذن علاقة بالموضوع فهذه الفئة اللي كانت يعني جاءت عقبة يعني الاستقلال في فجر الاستقلال يعني كانت قد نكون محظوظة لأن كان هناك معلمين آنذاك وطنيين بالدرجة الأولى يرجحون المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة أعطوا كل ما بجهدهم وكل ما في وسعهم وفي جعبتهم من أجل الرقي بالمنظومة التعليمية ومن أجل تقدم البلاد ومن أجل طربية وتعليم ناشئة قادرة على التحدي ديال يعني الإكرهات المستقبل فهؤلاء الشيوخ هم الآن في أرذر العمر هؤلاء الشيوخ الذين كانوا أساتد ومعلمين السابقين منذ فجر الاستقلال وأعطوا كل هذا العطاء هم الآن في أرذر العمر شيوخ أضناهم المرض يعانون من أمراض مستعصية مزمنة إلى آخره وللأسف الشديد الجميع قد يعني تنكر إليه فالنظام الأساسي ديال 2003 النظام الأساسي ديال 2003 عفوا ديال 2003 للآن في 2022 عندما يعني هناك يعني أرادوا كأن إرادة سياسية من أجل إصلاح المنظومة التعليمية وبالتالي من أجل تنزيل نظام أساسي جديد أول شي إنكب عليه هو الإرتقاء وبالعنصر البشري بالعنصر البشري هو الورش أو المشروع 15 من بين الأوراش المشاريع مشروع 15 اللي هو الارتقاء بالعنصر البشري اللي هو المشروع 15 من بين 32 مشروع اللي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية بيزيون ستراتيجي 2015 2030 التي ستنزل بالقانون الإطار 51 17 والجميع يعلم أن هذه المرحلة الانتخابية دي 2022 20 26 هي مرحلة انتقالية تصحيحية إصلاحية وبالتالي فهي تدبيرية بالدرجة الأولى وما تواجد سيد شاكيب بن موسى على رأس وزارة الطربية الوطنية من أجل تنزيل الإصلاح ورش الإصلاح من أجل تنزيل ورش الإصلاح دي المنظومة التعليمية من أجل إقلاع يعني تعليمي وتربوي من أجل التقدم دي البلد لا خير دليل على أن هذه المرحلة تستدعي يعني حسن التدبير والحكامة والحكامة الجيدة والتتبع والتدبير والتنزيل والأجراء إلى آخر لأنه تم انتقاؤه بعناية أنه هو المهندس دي النموذج التنموي دي الالفين 22 الفين وخمسة وثلاثين وبالتالي فهو كمهندس للنموذج التنموي مهندس للمجلس الاقتزاد والاجتماعي والبيئي يعني عنده الطلاع على جميع الإصلاحات والتوصيات إلى آخره سواء توصيات دي المجلس الأعلى للتعليم اللي هو اللي اعطانا 32 المشروع سواء توصيات لخرج بها المجلس الأعلى لإصلاح الوظيفة العمومية اللي تم التعديل ديالها في 2018 تقريبا وتم يعني المأساسة ديال أو اعتماد التوظيف بالعقدة في التعليم على أساس باش يتم في مرحلة تانية يتم تعميم على جميع القطاعات وللإشارة فذلك ما سيتم لأن هناك سيكون هناك يعني ميطاق إصلاح الإدارة والكل سيذهب في اتجاه اللا تمركز الإدارة إذن سيكون بالمساعد موليم بهذه المعالم وبهذه المحاور المتوازعة يعني شؤون براريل في هذه المسائل لا تمركز الإدارة التوظيف الجهوي وتنزيل تتميم التنزيل لأنه كان هناك واحد تعطر في التنزيل الجهوية المتقدمة وبالتالي فكان هذاك التوظيف الجهوي غير مؤثر قانونا من الدار هذاك يعني التوظيف العقدة أن التوظيف الجهوي ما كانش مؤثر قانونا إذن كيف يعني يتم التنزيل ديال القانون الإطار 51 17 بالتماشي مع هذه المحاور التي ذكرت وهي الإصلاح ديال الوظيفة العمومية إصلاح ديال أنظمة التقعود أيضا الجهوية المتقدمة تنزيل ديالها إصلاح الإدارة وإصلاح المنظومة التعليمية إذن كل شيء الإصلاحات والنموذج التنموي بالطبيعة الحال اللي هو المهندس ديال إذن هنا عندنا أهم وأكبر تحدي هو هو ديال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لهم الآن عندهم واحد اللي فيزيون باشي يكونوا قطر نظامية للأكاديميات يعني يدخلوا داخل في واحد النظام إذن هذا النظام لا يمكن أن يكون سوى نظام موظفي الإدارات العام ولكن الجميع سيمشي نحو اللا تمركز الإداري والإدماج لهذه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يجب إحداث مناصب مالية قار وشخصية للآن هذه المناصب المالية يعني تقريبا ستكون 1119 ألف منصب مالي إذن كيف سيتم الإدماج هل سيتم لأن الإدماج رخص توفر 119 منصب مالي إذن تنشوف أنا بأن هذا الإدماج سيكون عبر مراحل عبر مراحل وبالتدرج إنه هم دي من عندهم لإصلاح رات 2022 2026 هذا هو الإصلاح اللي كي وتقول لك تدرج وحسب الإمكان حسب الإمكان حسب الإمكان إذن 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 تنجل الإصلاح هذا كل شيء اللي جدي لك تطرقنا لي لأنه مهم جدا لأن الآن من يبغيين الإصلاح هناك إصلاح دي المنظومة التعليمية إذن خص أهم حاجة هو الارتقاء بالعنصور البشاري هو الارتقاء بالعنصور البشاري الاهتمام تجعل العنصور البشاري في صلب الإصلاح وإلا لن يكون هناك أي إصلاح وسيفسل جميع الإصلاحات كما فسل المطاق وكما فسل المخطط الاستعجالي اللي مشت فيه الملايين لا حسب لا راقي لا حسب لا راقي ولكن قريب